النادي الاهلي أنا مش الآن أنا بقولك مشكلة اللي هي قثقة. بس..عالورق النادي الاهلي يقدر يحصم المواقف دي ولاعبته ما عادته بيبان في المواقف اللي هي الصعبة وده شوفنا مع النادي الاهلي في مشارك كتير قوي 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 بيدبقى وقلتلك النادي الاهلي معها صندون صعب يخسر تاني يعني AHA ممكن ما ناخدش اول وممكن صندون يكسب برضو زيما النادي الاهلي كسب بس بbesondere هو صعب يخسر فى صندون زى المباررة اللى الجاية لكن احنا بنتكلم على مباراة المريخ بكرة ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي انا بقول لك من الوقت هو ان شاء الله وهاقعد معاك قاعدة تاني صعب النادي الاهلي يتعادل او يغفر عشان اللعبة عارفة اللي المباراة صعبة بيبقى فيه مطشات كده بتفوق شوي بص النادي الاهلي مطش المريخ مش تقلام في فرقة المريخ فرقة محترمة وفرقة عندها اربعة بنت وبتدفع كويس وبتدفع كويس وكسبت يعني الموضوع مش كده هي حسبيا على الورق احنا ان شاء الله بإذن الله لكن في أرض الواقع ممكن ما تبشيش معانا بس لعبت النادي الاهلي هتعرف تعرض الموقف ده يبقى احنا عندنا مطش المريخ النادي الاهلي يكسبه يروح يتعادل حتى مع صندوز حتى لو انا ما كسبت الصندوز وارجع اكسب المريخ او الهلال او ارجع ايا كان من اللي هلعبه يعني الامور بقت عنده برضو انت عندك تسع نقاط في مصر قادر ان انت تاخده وبسهولة جدا كمان وهتاخد بنتي كمان من صندوز هناك لو حتى انا ما كسبتوش لا وفيه فرق هتعطى الفرق طبيعي بس يعني احنا بنقول ايه خلينا على ارض الواقع الهلال قال لهم يعني على النتائج اللي انا شايفها الهلال قال لهم وامبراتك مع الهلال في ارضك والمريخ على ارضك بالزبط يعني اعتقد فرصة النادي الاهلي يعني ان شاء الله بإذن الله يتعدي زي ما احنا برضو نتمنى ان شاء الله فرصة المشروط اللي جات عد بإذن الله برضو تمام